موسيقى موسيقى انا مثل كل هالأكل الي هو تقيل или في كثير ضهون في كثير سكر بكميات كثير عالية يمكن انا ي density يصير عندي عذاه CG تريض سهضم matter مش هناك احنا افضل اذا منقسم الأكل كزا مرة بنهار نرجع نجري بقدر الامكان على الوجبات يعني كيف الفطور يعني نقسم وجباتنا 42 للوجبات ونجري بنتجنب هذا الوجبات اللي Stage لأنه هلأ بهالفترة يمكن إحنا نكون معزومين على مطاعم عند الأصدقاء لأنه هلأ هي هيدا العيد كمان الحلو فيه أنه الجمعة العائلية فهمنا ننتبه لهم أكيد كتير مهم نشرب نرجع نتذكر خاصة هلأ بالطقس الحار نشرب مثل ما لازم ضروري بس بالإطار خيان شوي بالإطار الأكل نتفي وقتا نكون عم نطبخ للعيد شو أفضل شي نعمله كرميل ما يكون في عنا كتير كالوريز بالطبخات طبعنا يعني هو ران كمان هيدا كتير سؤال مهم لأنه طريقة الطبخ هي كتير مهمة خاصة إذا نحنا ببيتنا أو نحنا عنا عالم عزمينهم لستة البيت وقتا بدأت طبخ تجرب قد ما فيها تتجنب القلة إذا بدأت استعمل زيت فينا نستعمل زيت الكانولا نجرب بالقطن نحط زيت يعني ما نكتر كتير أو ما نشوي الأكل يعني ما بدنا نحنا يكون ديبلي فرايدي يعني ما بدنا كتير نقلة وأكيد نتجنب إنه نستعمل السمنة والزبدة هلأ مثل الخضار إذا فينا نحنا نقدمها نية بيكون فيها هالمعادن والفيتامينات والألياف نخدهم ونستفيد منهم أكيد ما نكون مثل ما بحلقة الماضي حكينا كيف منغسلهم ومننظفهم بطريقة ندعي الموشبين يجعوا يتابعونا بكل حلقتنا السابقة على فيسبوك النهار وعلى موقع النهار أوكي هلأ إذا بدنا نطبخهم كمان إذا سلقنا أو حبطينا بالفرن مش مشكلة بخفش شوية يعني في ناس يمكن تضيق شوية من زيادة الألياف بطريقة كتير عالية هلأ فجأة سوفينا نحنا وقتا نكون عم نطبخهم أو نكون عم ناخد الحبوب مطبوخة بيكون بخف منهم شوية الألياف من كلهم نتحملهم بطريقة أفضل يعني نعم بإطار كمان الطبخ كيف ممكن ننكه من دون سمنة من دون كتير ملاح؟ أو عندهم يمكن قصور بالقلب أو لازم يتجنبوا الملح الملح نحنا مش بس عم نحكي على الملح اللي من رشه على الطاولة هو الأكل المالح هذول لازم يتجنبوهن بس كمان أنا إذا بدي نكه أنا بعرف أنه الملح بيعطي كتير نكه للأكل خلينا نقيم هالملح ها أول نقطة بليز ما بدنا نستعمل الملح اللي منسميه ملح الصيدلية أو البوتاسيوم كلورايد بديل سوتجوم كلورايد لأن هالشي بضرهم نحنا من ننكه بطريقة كتير طبيعية عندك العشاب اليابسة مثل الأوريغان، عندنا الكزبرة، النعنع، الزعتر إذا كانوا كمانا يابسين أو فينا نحطون حتى إذا ورق كمان كله بنكه ممكن يبقضونيس ممكن مثلا مثل حبة البركة مرات وقتت حتى أي نوع من هالأمور البهارات، مش البهارات اللي كتير حرة خاصة عند الأشخاص اللي بتتدايق فينا البهار يلي نقدر نتحمله كمانا بنكه الأكل هلا بالنسبة للزيوت بدنا نحط بكمية قليلة ما نكتر كتير فينا كمان إذا بدنا نستعمل الحامض، دبس الرمان، الخل، هولا كلهم بنكه الأكل بس هون شوية من يعني بعد فترة الصيام يمكن ما بعف قداش فينا ناكل كتير حامض، دبس الرمان على المعدة هل هذا الشي؟ هلا أكيدا نحنا مش رح نخضه نضغره، رح يكون نحنا وقتا بنا نبلش ناكل مثل العادة دايما إحنا إذا بلشنا وقتا، مثل الوقتا بدنا نبلش وجبتنا، بلشنا بشربة يمكن شوية دافية كرمان معدتنا، نرجع شوية شوية مناخد لنوصل للطبق الأساسية اللي فيهن، هلا إذا شخص أصلا عنده بيتدايق عنده حرقة أو بيتدايق من هالأمور أكيد بده يتجنبه، بس حدا ما بيتدايق منه مشكلة نعم، وإذا نكون عم نحكي عن الطعام وكل هالأمور ضروري نكون عم نشرب كمان السوائل كتير مهمة كتير مهمة، مثل ما حكينا بفترة خير شهر رمضان أنه الماء مفترض أنه نشربها بطقطة، خلينا نهار يوم الأيام العيد، شو لازم يصير؟ كمان نفس الفكرة ما بدأ أنا فرض مرة أشرب كون عادشاني واشرب بكميات كتير عالية، فينا كبايتين عا نفس الوقت ما أنا مشكلة، إذا كتير عادشانيين خلينا نجنب الماء اللي كتير متلجة، ناخد الماء الباردة، بس مش إنه كتير كتير مسقعة، كتل سبق بواحكينا بالحلقات الماضية لأنه لأنه ما بتروي العطش كتير وبتضايق، بدنا ناخدها، هلأ في كتير عالم عنا بيجوا بيقولون أنا ما بتحمل الماء، وهو لازم نحن نوصل لليتر ونص لترين سوائل بنهار، خاصة من الماء، خاصة هلأ في شوب، فينا ننكه الماء، هلأ كتير فيه أمور إذا حتينا الماء ببريق، حتينا نعنع وحامون، تركنا بالبريق، في بريق خصوصي بيكون مرات قوة حتي، بترجع بتشرب هالماء بتكون فيها نكهة، نفس الشيء إذا حتيتي مرات فراز، يعني إذا الشيء الواحد على حلو، في أكيد الماء الأوغازوز في ناس بتحملها كمان، بدنا نجرب المرأون لأنه السوائل ما بدنا ناخد حياة لنوع سوائل يعني، بهذا الموضوع بهذا الإطار خلينا نحكي شوي، كمان مثل خلال فترة رمضان بالعيد في عنا الجلاب، وعنا كل الإشياء فيها السكر، الناس ممكن تطلب صودة، هل هذا مفيد خلال فترة عادة تكون عنا الشرون؟ لكن هيدولي أكيد ما بفيده لأنه هولي مثل الجلاب فيه سكر، السوكروز يعني مش رح يجاي يفيدنا، بس مش غلط أنا كون عم باخده واتمتع فيه، خصوصا إنه إذا نحنا طالع عبالنا بنهاي هذا عيد، يعني نحنا منا نكون مبسوطين، بس أنا بدي أعتبر، خاصة إذا ما عندي مشاكل صحية يعني، هلا إذا عندي بدانة زائدة، عندي سكرية، عندي مشاكل صحية، صار شي تاني، بدي أعتبر أنه كلك ببيت جلاب عم بخصوم أنا الشيء، حسطين ثلاثة من الفواكة، يعني بدي إيمن الوحدات الحرارية، بدي أخدون هون بدي أعتبر أنه هالسكر عم بياخده بدي السكر يلي بفيدني أكتر، يلي هو الفريكتوس، بس هون استثنائيا لأنه عين، أما المشروبات الغازية، هلا إذا أنا بدي أجنب السكر فيه يخد الدايت، بس بالإجمال كل ما نتجنبهن هالأمور أكيد أفضل، خاصة إذا أنا مثل ما قلنا شوية ما عدت ما بدي يكون عم ضيقة، لأنه الغاز كمان بيكون عم بدي الشخص يعني نعم، يعني لكل المشاهدين اللي خلال فترة رمضان، خلال فترة العيد عفواً، عم بياخدوا جلال، بعد ما يخلصوا أكل، مش مفترض يأكلوا حلو ساعتها، يعني ما بحقلوا أن يأكلوا حلو مع الجلال، يعني يا حل هي جلال لكن أو ساعتها خلينا نكون واقعية، أنا دايماً بحب أعطي نصيحة عملية، أنا بيجي بقول أنه أوكي بدل ما أخدك ببيت الجلال، بياخد شوية جلال، وبدل ما أخد قطعة حلو كبيرة، بياخد يمكن معمولة صغيرة، يعني هلأ بالعيد، ما في يمكن ما يمرو العيد بلا حداً يأكل إن كان كنافة بجبن مع القطر والكعك أو المعمول، معمول العيد، يلي المعمول بتمر أو بجوز، يعني هولي ما فيك، ما في مهرب، يمكن أنت حرمت حالك من حلو رمضان خلال شهر رمضان، بتقول ويعلق لي لليوم عيد، أنا بدي أخد شيء، ولوحدات الحرارية، أكيد ضمن الوحدات الحرارية، يعني مثلاً لأقليك إنه ما تنقذي، بس هو عادة إذا 50 جرام المعمولة فيها فوق 250 واحدة حرارية يعني شو بتعمل بسين، إذا بدي أكل اتنين، إذا واحدة بتمر، واحدة بجوز، 500، لازم أوقف أكل كده، بديك إليك لا، مثلاً كنافة بجبن مع القطر والكعكش 750، منشان هيك منا ندوق، أنا ناكل كمية صغيرة، يعني ما ونا ناكل كمية صغيرة، يعني كثير كبيرة، يعني شو بيخد شقف صغيرة، يبك يا مألة، أو ننقصم يعني، ما ننقصم مع الأشخاص، يعني خاصة إذا نحنا بمطعم، نعم، خلال، رح نرجع على موضوع المطعم، بس بدورة شوية كومنس يعني في عنا أحمد عم بحيينا من فلسطين، عبد عبود دهرموش عم بيثني على الانترفيو، ما ننصبح بصم دراجي، ويسام الأشعة اللي بيسأل يلي بعاني من الأرحى، شو المشروبات والأكلات اللي لازم يتجنبها؟ أكيد، مثل المشروبات الغازية لازم يتجنبها، لازم يتجنب القهوة، أو كل شي فيه كافيين، حتى الهد شوكولة مرات يمكن تضايقه، والحوامد، يعني ما فينا أنا أشرب ليموناد وعصير ليمون، هالأمور أكيد أنا بدي تضايقنا، إذا أنا بدي، نعم، وما لازم يشرب هو عم بيأكل كمان، بيضايق كمان، نعم، كيفية نتخلص من الوزن الزائد يلي زاده بضر رمضان؟ يعني هيدا مشكلة، يعني يلي ما انتبه خلال شهر رمضان، ومثل ما قلنا بالحلقات الماضية، إنه مفترض يكون في عنده أشهر عام نحض شهر على إيه؟ عام نحضر حالنا خلال شهر رمضان كلمان إحنا نقدر نوقف على إجرائينا مظبوط؟ هلأ في عالم يمكن ضعفة خلال هالشهر الفضيل، وفي ناس يمكن زايده، إذا أنا كتير أخذت وحدات حرارية من الدهون، من السكر، من الإفطار والصحور، وكتير أكلنا، أكيد بدنا نحنا يزيد وزننا، كتير مهم نحنا ننتبه، نشوف قدي جسمنا بيحروق، نحنا ننتبه، أنا كون عم بيأخذ وحدات حرارية مثل ما لازم، خلي يتحرك، أكيد الحركة كتير مهمة، يعني إذا فينا نحنا نمشي شي ثلاث ترباع الساعة يوم أي يوم، لا بيكون كتير منيح، ويتجنب الأ أمور الحلويات هلأ إذا أخذ كتير برمضان خلي أخذ أقل شوية، منركز على الفواكبس بكمية كمانة محددة، والأنواع القلبان والأجبان فينا ناخد يلي بدون دسم، يعني مش ضروري نحنا ناخد كامل الدسم، ننجرب نخفف شوية الوحدات الحرارية من الدهون، نعم يعني عمر بدك تنتبه شوية، إذا بده يضعف شوية عمر قده بده وقت تقريبا، إذا التزم نزوم، إذا التزم نحنا إذا خففنا 500 وحدة حرارية من نحنا شو عم ناكل بنهار، بننزل نصف لثلت رباع الكيلو دهن بالجمعة، بس ما نستحوين أنه الدهن، الفوليوم طبعه أكبر من العضل، يعني دايما نضعف بده وقت كتير، بده وقت إيه، بس أننا ما لازم نضعف أكتر من 2 إلى 3 كيلو دهن بالشهر، وبيبينه دغرق على جسمنا، والحركة خليه يتحرك يعني يرجع يمشي، يمكن بشهر رمضان ما كان قادر يتحرك كتير يعمل رياضة، هلأ إذا بيرجع بيعمل رياضة أكيد كتير بساعد، بيرجع بساعد، بهذا الإطار كمان بلانش يوسف بتعيدنا من عيدها أكيد من عيد الجميع، عبو دهرموش كمان من جعمل حيي، نزار حرب يعني شوي ما بعرف كيف ما نقريره الكمنت، اللي بيأكل من عوش بزعطر وفور بطحينة وحامض مع تحلاية كنافة مع قطر كتير، وبيركد ساعتين وبيشرب شاي، ليكي هلأ هو وقت الشخص بيعمل كتير رياضة بيحرق أكيد وحدات حرارية، بس نحنا مش بس مهم أنه بده كمان نوعية الأكل اللي عم بيخدها، ما تكون كتير عالية بالدهون، بالملح، بالسكر، هلأ هو يمكن شابه عم بيحرقن، بس اللايف ستايل يعني أنا كيف نمط الغذائي عندي بالإجمال، مش بس أنا عوجبة شو عم بيأكل، ممكن يكون منو عم بينصح بس الدهون بجسمه أكتر من ملازم، هون بتجي أهمية نحنا نعرف body composition يعني جسمنا كيف مكون نعم، حكينا قبل شوي ذكرنا موضوع المطاعم، يعني في كتير عائلات بتفضل أنه تعيد بالمطاعم، باليوم أنا نازمة على المطعم بعيد كتش في أكل طيب، شو لازم أعمل؟ أنا انت مخطة كتير يعني زيد وزن خلال العيد، أكيد يعني هلأ هو نحنا مثل دايما هيك الإرشادات نحنا وقتا بدنا نضطر ناكل بمطعم، أهم الشي أنا وقتا بدي أطلب صلطة، دايما الصلصة تكون عجنب، أوكي نطلب الصلطة، هلأ منجرب نحنا نتجنب زيتنا فيك تطلب مثلا الحامض، خال بس بكمية قليلة، هلأ إذا في زيت، منتركن كمان عجنب لأنه الزيت، كل ملعات زيت صغيرة ملعات شوية، فيها 45 وحدة حرارية حتى لو زيت زيتون، وحتى لو ناي، دايما يعني زيت الزيتون كثير بينفع، بس ما فينا نخده بكمية عالية لأنه بنصيح، هلأ بيجي أنا هيدا الشوكي بشكه بالصلصة، وبيكل الصلطة، يعني بدل ما أنا أدلق كل الصلطة، قبل ما يطلع علي كل الكالوريز، والصلطة، وقتا نقول صلطة، ومبسوطين أنه أكلت صلاط، لازم تكون فيها خضار أكتر، يعني مش أنه بدي يكون فيها مثل مثل مثلا الدرة، أو نشويات، أو الكينوان مثلا، بدنا ننتبه، ممكن نخدهم مش غلط، بس بدأ اعتبرهم ضمن النشويات اللي عم بيخضهم، مش خضار، ن نعم، هلأ اللحمات بنجري بنطلب طبقنا يكون إن كان سمك، أو لحمات بيضة كيفلتجاج، مش اللحمة الحمرة، وبنطلب شي مش شوي إذا فينا، هلأ الحلو، هون بيجي الحلو، إذا بدنا يعني مثل ما بيقوله شارينج اس كارينج، يعني أنا إذا جيت طلبت أنا وياكي صحا، فينا نقسمه، ومش أنه نحنا كثير ناخد كميات كثير عالية، لأنه، عم ناخد نصف مثلا شارينج، نصف، بس إكزاكتل، يعني في إذا العيلة قاعدة بتقدير أنه تقسم هالأكل، نعم، 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 اليوم كمان عنا بعد كمانتس كتير عم بعيدونا محمد الشراوي، شيخي مندر إذا مش غلطان عم بقول، شو لازم، ما ما فهمت كتير الجملة إذا لو سمحت رجعت عيد الكومانت، عمر عم يسأل كمان شو الطعام الأفضل خلال العيد يقدر يعني ينصح بطريقة جيدة؟ بده ينصح، بده ينصح، أكيدة دهون غير المشبعة، يعني إذا مثلا بده ياخد إن كان زيت الزيتون بعدنا عم نحكي، الأفوكا يعني إذا بالسلطة، حط الأفوكا كل 8 أفوكا هي 45 واحدة حرارية، حط نصها يعني صار عم ناخد تقريبا وحدات حرارية بكمية عالية، الزيت كثير كمان في وحدات حرارية، هولي في يخدون، نتجنب إنه نحنا ناخد الدهون اللي هي مشبعة، هلأ الحليب الأكل يلي مندعمه بالحليب كمان بصير بيعطينا طاقة أكتر، نعم، والشيكس، يعني بده يقلوا دايما نحنا نطحن الأكل، بتصير كمية أقل، نعم، وبتجمع الوحدات الحرارية فيها، يعني لو نفط ريد حطينا إن كان لبن مع الأفوكا مع الموز مع الفراز، والبزور، البزر الكتن، مثلا الناطس، الفستو واللوز، هولي وقت تطحنيهم، ما هنا كل عشر حبيت فستو فيهم، 45 واحدة حرارية، تخيلي تطحنيهم ما بيعو دكتر، ساعتها بالشيك يلي هيدا عم بياخدوا بياخد فوق ال 500 واحدة حرارية، نعم، هند، خلينا نرجع شوي نذكر العالم، يعني ذكرنا نحنا بشي كتير بسيط، أداش فيه كالوريز بالحلويات، الحلويات الأساسية خلال العيد، أداش فيها كالوريز؟ أوكي، هلا عادة أكتر شي بالخلال العيد عني أخد المعمول، المعمول فيه تقريبا بيتراوح بين 250 ل 400 واحدة حرارية حسب شكلك، نعم، إذا بتفرق، إذا كانت روز، فيها سكر، زيادة، أكيد، أكيد، بس هنا دايما لأنه الباز طبعة ما هي فيها سمنة، وفيها سكر كثير، العجينة، العجينة، بدا بدا تنصح، هلا بالنسبة للحلويات الأخرى في عالم كتير ما بتاخد بس كنافة وبس معمول، بدا تاخد حلو إن كان عربي أو الأجنبي، بالإجمال دايما الحلويات مش تحت ال 400-500 واحدة حرارية إذا عم ناخد البورشن مثل ما هي الحصة، هلا فيه كمان طريقة تانية صلطة الفواكة، أنا إذا طالع بالي مثلا حل درسي وما أخد كتير حلو، فيه أخد صلطة فواكة، عادة بدي أعتبر أنه كل كاسة كاسة صلطة فواكة، لأنه هني بتكون مثلا بحطوا مرات السوس اللي هي بتكون طبيعية، بس إذا حطين زيادة سكر عليها هون بدي أنتبه، أكيد، مرات مثلا بحطوا أشطة، بحطوا أي شيء زيادة فوق الصلطة هون بدي أنا أنتبه، كل كاسة عم نعتبرها تقريبا شي حستين فواكة، وإذا فيهم الأشخاص يكونوا عم بياخدوا الفواكة، هلأ كتير في فواكة موسمية، كمان بكميات معتدلة، لأنه هيدا اللي عم نشوفه، متشوفه بالعيدة يعني فيه ناس عم تنصح لأنه بتصير مثلا تقول بطيخ، بيجوا مثلا بالمطعم بحطوا ليك البطيخة، بطيخة كاملة، ومقصوصة بي أصعب شي تقص البطيخة، مقصوصة وطيبة ومساقعة، تاكلة شقفة ورا شقفة، كل شقفة قد الإيد ستين واحدة حرارية وهي حصة، حصة واحدة، يعني إذا إنت عم تاخد من كل نوع فواكة، هلأ إذا مطعم عربي وقعدين وبيجوا بحطوا ليك هالفواكة، كمانا بدنا ننتبه، لأنه هيدا زيادة فريكتوز، كمانا راح تزيد البدانة، نعم، هند بالختم خلينا نذكر أبرز شي لازم يعملو خيال فتتلعيد تمام، طيضلوا صحيا من أحيب، أهم شي أنا دايما بدي روح، خلينا نمبسط يعني أنا إذا باكلوا بمبسط مع عائلتي وما بحثت بعيدة الزنب، ها أهم شي يعني ما بعمل خسراتهم، خلينا نمبسط أكل وكون مرتاحة، اتجنب مثل ما قلنا كل هالأمور يلي هي كتير مدسمي، بس اعتبر أنه ما علي اليوم عيد، يعني أنا إذا اليوم انتبهت، إذا اليوم ما أكلت بطريقة شوية هيك، مثل زعبارة شوية، رح أرجع أنتبه، يعني مثل نحن خلينا نفكر ما بعد العيد، كيف بدنا ننتبه أكتر، نعمل حركة، رياضة، أنا أتجنب كل هالأمور، وهنا بس سوري، بذلك المشاهدين النهار الثانية عنا حلقة به هيدا الموضوع عن ما بعد العيد، ما بعد فترة العيد، شو لازم ينعمل، والمشاكل اللي ممكن تصير معنا كيف نعالجها، مزبوط، يعني هي دايما هيك لازم، ودايما خلينا ننبسط، يعني وقت الواحد نفسيا هو مرتاح، عم بيضحك ومبسوط، وبينتبه، ما بيعود أنه يأكل بطريقة كتير عالية، مزبوط، هنا تبدأ تشكريك، رمضان كريم، إن شاء الله تكون عيد مبارك على الجميع، مشاهدين حلقتنا اليوم تقدروا تحضروها على فيسبوك النهار، إضافة إلى موقع النهار النهار.com، وبإمكانكم تتبعونا على كل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، انستغرام، وسناب شات، عيد مبارك بلكن، ولو مسبق أكتر شبه صغيرة، وإلى اللقاء.